علي من عمان علي من عمان يقول تقدم عندنا شخص للإمامة بعدما كان الإمام مجاز عنده إجاز يقول لما يصلي ويكبر يقول يعني يتأخر في قضية النطق فيه يعني مسألة التكبيرات الانتقالية يقول ما حكم ذلك علي بارك الله فيك سبق أني نبهت إخواني أئمة المساجد بارك الله فيهم رضي الله عنهم وصلى الله تعالى لهم الإعانة وأن يفقهنا وإياهم في دينه نبهتهم كثيرا ويعني أرشدتهم إلى قضية أن التكبير تكبيرات الانتقالية هذه ما تكون بعد الانتهاء والوصول إلى الركن وإنما تكون بين الركنين ولذلك الإنسان إذا انتهى من قراءة الفاتحة أو سورة بعد الفاتحة وراد أن يركع يبدأ التكبير وهو قائم يقول الله أكبر فينتهي بحرف الراء عند طمأنينته في الركوع عندما يطمئن راكعا وإذا قام أيضا من الركوع يقول سمع الله لمن حمد لا كما يفعل كثير من أئمة المساجد هدان الله وإياهم أنه يقوم يرتفع ويقف ويستوي قائما ثم يقول سمع الله لمن حمد هذا غلط في هناك مذهب من المذهب الفقهية المعروفة يرى يذهبون إلى بطلان صلاة من فعل هذا يبطلون صلاة قالوا لأنه أتى بذكر في غير محله وهو ذكر واجب عندهم هم يختارون بأن التكبيرات الانتقالية واجبة ولذلك يبطلون قال أتى بذكر في غير محله والجمهور يقولون الصلاة لا تبطل لكنها مكروهة الصلاة مكروهة ولذلك صلاتكم صحيحة إن شاء الله لكن يجب عليك يا علي أن تنبه هذا الإمام وتبين له بأن هذا غلط هذا غلط ما يصرح أن الإمام يتقدم بالناس أو شخص يتقدم بالناس هو لا يفقه حكام الصلاة وللأسف الشديد هذه موجودة عند غالبية ساحقة من أئمة المساجد وهي عدم الاهتمام بالتكبيرات الانتقالية والأخطر من هذا وين؟ الأخطر من هذا لما الإمام معلوم بأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الركعة تدرك بالركوع الركعة تدرك بالركوع يعني إذا جاء شخص مسبوق زين شخص مسبوق ودخل والإمام راكع فركع أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة فإذا مثل مسجد كبير والإمام ما ينتبه لمثل هذه الأشياء ورفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حميده ودخل مسبوق من الباب وما شاهد الإمام وراحوا كبروا ركع اعتقادا بأن الإمام ما زال راكعا فاحتسبها ركعة من يتحمل هذا الذنب؟ من يتحمل هذا الخلل؟ الإمام الإمام لأنه ما أحسن ولا تفقه ولا تعلم وما اعتنى بصلاته فيجب على إمة المساجد أن يستقبلوا صلاتهم وأن يتفقهوا وأن لا يفعلوا يعني الآن في بعض أئمة المساجد هدان الله وإياهم عند ولع ولع بالمكرهون اللي سمونا طبعا اللاقط الآخر ولع يعني تجد أن صلاة يبنيها على اللاقط فيرفع ثم يميل بجسمه إلى الآخذ ويقول سمع الله لمن حميد هذا غلط هذا إهمال هذا خلل في الصلاة ما ينبغي للإمام أن يجعل محور صلاته اللاقط والآخذ يبعد اللاقط عنه ويصلي الحمد للناس يسمعون أما قضية أني أرفع وبعدين أميل إلى اللاقط أو الآخذ حتى والله يعني أضع صوتي فيه على حساب الصلاة وعلى حساب الركن وعلى حساب الواجب وعلى حساب من ورائي فنبهوا أئمة المساجد ذكروهم أي إنسان عند إمام مسجد عنده مثل هذا التصرف هذا غلط يعني أنا رأيت بنفسي بعض المأمومين يسابق الإمام بسبب تولع الإمام باللاقط يعني في السجود أنا رأيت إمام إذا جاء يسجد السجدة الثانية هو الآن جلس السجدة الأول إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية ماذا يفعل يقول الله أكبر قبل أن يسجد ويميل إلى الآخذ اللاقط ورأيت من خلفه وأنا كنت وراءه رأيت من خلفه من يسجد قبله أو على أقل تقدير يعني يكون معه وهذا خلل كبير فعلى إمة المساجد أن يتقوا الله على إمة المساجد أن يراجعوا المسائل الفقهية هذه مسائل خطيئة يعني بعض المثل ما ذكرت بعض العلماء يبطل الصلاة بمثل هذه الطريقة اللي ما يأتي بالتكبير إلا بعدما يتلبس بالركن وإن كان أنا الذي أذهب إليه قول الجمهور لكن لابد من بيان هذا الشيء حتى ينتبع إمة المساجد